بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل بالفصل السادس من مساق إدارة الأزمة الصحية نتحدث فيه عن نموذج عملي لإدارة الأزمة حسب الخطوات اللي أخذناها بالفصل الخامس الفصل السابق كما هو معلوم أن الهدف من إدارة الأزمة هو تقليل المخاطر تجنبها تجنب حدوث الأزمة بالأصل ولكن إن صارت أن ننحد من هالخسائر اللي قد تكون مصاحبة لوجود الأزمة كمان أن نستفيد من هالتجربة في الواقع الحالي إلى مستقبل قد يكون قريب أو بعيد بالتعامل مع أزمات مشابهة لهيك توجد ثلاثة متطلبات للتعامل مع إدارة الأزمة أولها مرحلة ما قبل الأزمة وهي لها عدة متطلبات أيضا والمرحلة الثانية مرحلة التعامل مع الأزمة حقيقيا لما تصير بشكل واقعي والمرحلة الثالثة هي مرحلة استعادة الوجود والهمة والنشاط والتعلم والدروس المستفادة أو ما يسمى مرحلة ما بعد الأزمة المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل الأزمة وهي تعتمد بالدرجة الأولى على الاستعداد ووضع البرامج الوقائية وأليات منح حدوث الأزمة قدر المستطاع هاي بتعتمد على تخصيص الفريق اللي بديته هو مسؤول عن إدارة التعامل مع الأزمة تخصيص الوقت والموارد والإمكانيات والعاملة بشكل عام أليات ووضع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة ولها عدة متطلبات المطلب الأول إنشاء وحدات لإدارة أو وحدة لإدارة الأزمات وهاي لها مهمة مهمة جدا التصدي للأزمة مهم جدا أنه تفوض هاي اللجنة أو هذا الوحدة أنه تمنح لهم الصلاحيات تحدد فيها المهام والمسؤوليات تكون معززة بفريق متنوع من المؤسسة نفسها وبخبراء من خارج المؤسسة ضمن نظام ما يسمى نظام المصفوفة اللي أخذته في إدارة الجودة نظام المصفوفة إنه بكون فيه عنده أشخاص من كافة المؤسسة بكونوا صف واحد يعني بكونوا على مستوى إداري واحد هم مجموعة مختلفة مجموعة مختلفة بالتخاصصات قد يكونوا إداريين أو فنيين أو مساعدين وكل كبراء من خارج المؤسسة هذولا كلهم يكونوا ضمن مستوى إداري واحد هذه الوحدة تتسم بالمرونة وسرعة التكيف لما يقول مرونة وسرعة التكيف لأنه سيضعوا سيناريوهات للتعامل مع الأزمة هذا لا يعني أن الأزمة ستأتي وفق سناء السيناريو أو التصور الفكري اللي هم يوضعوه فقد يكون هناك اختلاف لذلك يجب أن تتسم بالمرونة وسرعة التكيف لأنه الظروف متغيرة في الأزمة وزي ما حكينا أنه كل شوية في جديد في الأزمات نظرا لوجود الأزمات وتنوعها واختلافها في كافة المجالات صار اهتمام جديد لدى المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات التنمية البشرية نحو التخصصية في إدارة الأزمات ماجستير ودكتوراه ودورات متخصصة في المجال المتطلب الثاني في مرحلة ما قبل الأزمة إنشاء فرق مهمات خاصة وهاي الفرق تخصصية عندها إمكانية للتدخل السريع عشان هيك بيكونوا مدربين تدريب عالي المستوى بتكون متوفر لديهم اللوجستيكس أو الأدوات اللوجستية وما يلزمهم التدريب هذا بتكون خاضع لتخصصية عالية حسب نوع وحجم الأزمة عشان هيك بنلاقي دائما فرق الدفاع المدني أو بنلاقي العساكر أو كذا بتسمعوا أنه مناورة إن هي عبارة عن عيش حقيقي للحالة لو صار في عندنا أزمة فبتعملوا مناورات ميدانية وبتعاملوا مع واقع يعني كأنه حقيقي من أجل الاستعداد المتطلب الثالث التدريب والتدريب إعطاء يعني دورات متخصصة كثيرة للعاملين مهم جداً عيش الحالة في حال وجود الأزمة مهم جداً تحديد الأدوار لكل أفراد اللي تم تدريبهم كل واحد يعرف إيش الدور المناط فيه لأنه في حال الأزمة لو ما كانش كل واحد عارف إيش المهمة اللي عليه ممكن كل هي تنهجم على جزء معين ونتعامل مع جزء معين في الأزمة ونترك أجزاء أخرى فحيكون فيها نوع من الأوفرلاب أو التداخل ومش حنقدر نصل إلى اللي هو الإنجاز الصحيح على الميدان المتطلب الرابع التطوع ومشاركة القطاع الخاص وهذا مهم جداً يعني فتح القنوات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الداعمة لأنه يعني أكيد عندهم خبرات عندهم إمكانيات عندهم لجستيات ممكن يساعدوا فيها عشان هيك مهم جداً يعني لما بصير مثلاً أوبئة وزارة الصحة بتفتح المجال لكافة الجهات ذات العلاقة المؤسسات الدولية والأنر والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بالجانب الصحي وبصير فيه لجنة واللجنة هذه يعني ضمن أعمال تطوعية للفريق الآخر غير وزارة الصحة بتم اللي هو التعامل مع الأزمة ومدل بالإمكانيات والموارد والخبرات اللازمة من المتطلبات أيضاً التوعية والإرشاد وهذا من الأدوار المهمة جداً واللي يعني مطلوبة بتكون من عامة الشعب ويعني بكون لها دور ومساحة كبيرة في التعامل مع الأزمة وممكن مش بعيد موضوع المباعدة الاجتماعية والتركيز من الجانب الإعلامي على هذا الأمر والنظافة الشخصية وإنه ما نسلمش وعدم المشاركة في الأفراح والأطراح من الهدف إنه ما يكون فيه نوع من التجمعات والتركيز على هذا الجانب من باب اللي هي التوعية قدش يعني كان إلو دور وسيستمر هذا الدور في مواجهة أزمة كورونا كمرض يعني بينتقل بشكل عالي جداً وسريع لذلك التوعية والإعلام أمر مهم جداً للتعاون مع هذا في هذا الأمر متطلب أيضاً التعاون المحلي والإقليمي والدولي قد نبدأ تكون عندنا إمكانيات بتظلها محدودة ما دام إنه هناك أزمة وما دام إنه هناك أوبئة وهناك جائحة فبتكون الإمكانيات والموارد محدودة أولاً بأول تستنفت لهيك مطلوب فتح مجال التعاون والاتصال بالمؤسسات الخارجية تعاون إقليمي دولي أي إن كان الهدف من خلالها طبعاً توفير إمكانيات وموارد ولوجستيات المد والدعم بالخبرة والمعارف المد والدعم بالمعلومات حولها كيفية التعامل مع الأزمة في حال وجودها المتطلب الأخير في مرحلة مقابل الأزمة إعداد سيناريوهات الأزمة والسيناريو يعني عبارة عن عملية إنتاج فكري لتصور كيف ممكن تدور عليه الأحداث وهذا يعتمد على كم المعلومات اللي موجودة لدى من يضع هذا السيناريو في حال وجود الأزمات كمان يعتمد على الخبرات السابقة يعتمد على الدروس المستفادة من أزمات سابقة سواء صارت معنا إحنا بشكل مباشر أو صارت مع مؤسسات وأنظمة أخرى وهذه طبعا بتساعد في تسهيل وتسريع وصواب اتخاذ القرار في الميدان لما بتصير المواجهة أو بتصير في حال وجود الأزمة مهم جدا في إعداد السيناريوهات أن يتم إعداد أفضل سيناريو وأسوأ سيناريو للتعامل مع الحالات يعني يجب أن لا تأخذ بحال واحد الأفضل أو الحال السيئ ويمكن كثير لما إحنا بتمر معنا أحداث وشغلات إيجابية بنبسط عليها بنبدأ نتصور يعني واحد مثلا بدي يناقش رسالة الدكتوراه ولا الماجستير ولا بلا كالوريس بيعمل السيناريو كيف بدي يشتغل كيف بدي يعمل بيبدأ بستحضر إيش ممكن يسأل فبينطرح تصور فكري بيعتمد على معارف سابقة من أجل التعامل مع الحدث في حال وجوده هاي اللي هي المتطلبات في مرحلة ما قابل الأزمة مرحلة التعامل مع الأزمة بشكل فعلي وفي هاي المرحلة مرحلة التعامل مع الأزمة عبارة عن يعني اختبار حقيقي زي ما نقولوها لما تم وضعه من استعدادات ومن تجهيزات ومن خطط ومن آليات تم التدريب عليها والتعامل معها وتوفير اللوجيستيكس لها للتعامل بشكل واقعي هانا مرحلة حقيقية عيش الحالة في حال التعامل مع الأزمة مع طبعا اختلاف طبيعة الأزمات في محتوياتها أو طبيعتها أو آليات التعامل معها أو التكتيك في التعامل معها إلا أنه هناك قواسم مشتركة مثل ضغط الوقت استنزاف المال الجانب الإعلامي والضغط الإعلامي تأثر الجانب الأمني قد يكون حالة من الارتباك والتخبط هاي من القواسم اللي قد تكون مشتركة ما بين الأزمات بغض النظر عن طبيعتها ونواها مرحلة التعامل مع الأزمة تتسم بعدة متطلبات الأولى تنفيذ خطط الأزمات والتنفيذ هذا يعتبر يعني عيش حقيقي لما تم إعداده مسبقا من الخطط والتكتيكات والتجارب اللي تم وضحها على أوراق أو تصورها ذهنيا من خلال السيناريوهات هاي طبعا فيها مهم جدا أن تتسم هاي الخطط الذي تم وضحها بالمرونة لأنه تختلف طبيعي الخطة عن الحالة الحقيقية للتعامل مع الأزمة قد تختلف تتسم بالمرونة الكفاءة لدى الفريق اللي بده يشتغل ضبط النفس وعدم الارتباك والتخبط فيها نوع من الدقة للتعامل مع ما تم وضعه مسبقا هاي اللي هي من ضمن تنفيذ خطط الأزمات قيادة مركز الأحداث وهنا يفضل أنه يكون طبعا تعتمد على طبيعة الأزمة نفسها مثلا في حالة المعارك والحروب ممكن تكون خيمة أو خيمة القيادة موجودة في الميدان نفسه وهذا الهدف من خلاله تسريع اتخاذ القرار ممكن يكون فيها نوع من تحفيز الفريق اللي عمال بيشتغل وبتعامل مع الأزمة هاي من الشغلات اللي هي مهمة جدا يعني عيش الحدث ومعايشته مع الفريق اللي موجود بتساعد زي ما قلنا في اتخاذ القرار وإعطاء التوجيهات اللازمة في الوقت المناسب المعلومات والاتصالات مثل ما بيحكوا الأجانب knowledge is power المعرفة هي القوة ودائما في حال الأزمات في عندنا معلومات أولا بأول وبتتجدد بشكل مستمر وبشكل سريع عشان هيك يجب أن يكون لدى مركز إدارة الأزمات المعلومات الحقيقية وفي الوقت المناسب حتى يتم اتخاذ القرار والبناء على ما يصل من معلومات من المتطلبات أيضا التعامل مع الإعلام وهذا يعني واضح أن الإعلام له دور بارز ومهم جدا عشان هيك يعني يفضل زي ما حكينا في اللقاءات السابقة أن يتم تخصيص متحدث رسمي على قدر من الإمكانيات والكفاءة والتأهيل والمعرفة وأن يتم وضعه في صورة الحدث وصورة مستجدات الأزمة أولا بأول يفضل أن يكون هذا الشخص يعني لديه الإمكانية المقدرة على التأثير لدى الجمهور المستمع على اختلاف تخصصاتهم على اختلاف المستويات الفكرية والمعرفية لديهم أهمية الوقت أيضا من الأمور التي يجب أن يتم راعاتها في التعامل أثناء التعامل مع الأزمة لأنه يعتبر الوقت أمر مهم وحاسم وزي ما بقولوا يعني الضربة الاستباقية دائما بتحدد ما صار النتيجة إلى حد ما فحتى لا يفرض من الخصم أو المتسبب في الأزمة يجب أن يبدأ للتعامل مع الأزمة هم فريق الإدارة اللي عمال إحنا بنقول بندرب فيهم وبنجهزهم حتى يكون هم يعني أقدر على الخصم أثناء التعامل مع الأزمة وإمكانية تجاوزها والتعامل معها ونجاعة النتائج ضبط وتنظيم التداخلات يعتبر من الأمور المهمة وهنا يعني مهم جدا من خلال حتى يتم الضبط بشكل صحيح أن يتم تعيين رئيس اللجنة أن يكون من الإدارة العليا لأنه يسمع له وتذوب الخلافات والتناقضات التي قد تكون موجودة بين أعضاء المصفوف وأنهم الأشخاص اللي موجودين ضمن مستوى محدد مهم جدا حتى يتم ضبط ومنع التداخلات أن تتم توزيع وأن يتم توزيع الأدوار والمسؤوليات وتحديد الصلاحيات لكل أفراد الأزمة وليس أبلغ يعني من القرآن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهنا مدى إحنا بنحكي على أزمة وارد أن يكون فيها نوع من التناحر والتنازع والتخبط عشان هيك ضمن الإعداد المسبق يجب أن يكون تحديد صلاحيات وتحديد مهام وتوزيعها بإدارة وإشراف وإدارة من المستوى الإداري الأعلى سرية المعلومات من الأمور المهمة جدا بالنسبة للسرية مثل ما بيحكوا المعلومة أو من يملك المعلومة يملك القرار السرية لا إفراط ولا تفريط لا إفراط في حجب المعلومة ولا تفريط في إعطاء المعلومة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى على قضاء حوائجكم بالسر والكتماء وهذا من الأمور المهمة جدا النقطة الأخيرة في متطلبات التعاون مع الأزمة المصالح وضرورات الأمن وهنا الضرورات الأمنية غالبا في الأزمات ذات الطابع الأمني إخفاقات الجانب الأمني تؤثر كثيرا على المجتمع وعلى مصالح المواطنين وعلى النفسية لدى أفراد المجتمع والنجاحات الأمنية كم تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع بشكل عام عشان يكبر نشوف لما بصير عند اليهود زمان كان فيه انفجار تقيم طوقوا هالمكان وبيحجبوا الإعلام ويحجبوا كل حاجة وما بصير أي تصريحات إلا غير لما تتضع عندهم الأمور بشكل واضح وببدو يبثوا فيها بشكل يعني مبسط حتى لا يؤثر على عامة الشعب يعني ممكن يكون فيه عدد من القتلة بيقولوا واحد بيقولوا خطير خطير جدا بيبدو يوم بعد يوم أو فترة بعد فترة لحد ما يصالحوا بالعدد الحقيقي لكن بتكون الوهلة الأولى ما أثرت كثيرا على المواطن نفسه المرحلة الثالثة مرحلة استعادة النشاط مرحلة الاستفادة والتعلم واللسر لامد أو الدروس المستفادة أو مرحلة ما بعد الأزمة وهنا قلنا قبل هيك أن الدول الناجحة هي التي لا تضع بتجربها في سلة المهملات أو في طي النسيان بل تستفيد وتبني عليها وفي هذه المرحلة يعني يتم الاستفادة من خلال اللي هو علاج الآثار التي نجمت عن الأزمة ترميم ويعادة بناء ما تم تدميره وإفساده يعادة ترتيب البيت الداخلي والأوضاع الداخلي للمؤسس نفسها وضع ضوابط إنه ما تتكرر هاي الأحداث وهاي الأزمات معانا من تاني وضع يعني والاستفادة من الدروس عشان هيك بتلاقي دائما بيعمل ورشات عمل ودورات وجلسات تقييمية ضمن ما يسمى بالدروس المستفادة حتى توضع من خلالها يعني وين كانت نجاحاتنا وين كانت إخفاقاتنا نجاحات ونبني عليها مستقبل ونستفيد والإخفاقات حتى يتم تجاوزها ومعالجتها ولا تعتمد كثيرا على الجلد الذات أو تحميل المسؤوليات بل إنه إحنا كتير نجحنا في إنه نتجاوز هذه الأزمة لكن كان ممكن ننجح أكثر ممكن نقلل الخسائر أكثر ممكن نعالجها بشكل أكثر فهذه حتكون لها رؤية مستقبليا طبعا مرحلة ما بعد الأزمة لها عدة محاور أولها البناء وإصلاح الأضرار